عندك كمان جيزة أفضل هنا حارس مرمى بيتنافس عليها طبعا حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي اللي عنده برضو فرصة يعني نقول مقبولة في الفوز بيها بإذن الله مع حارس منتخب المغرب ياسين بونه برضو نجم كبير ما نقدرش ان احنا ننكر ايه نجم كبير وإشم كبير ولاعب تقيل جدا رغم برضو صغر سنه لكن برضو هو صاحب خلينا نبقى فارق أو خلينا نبقى منطقيين صاحب الفرص الأكبر لأنه هنا كسب بقى الدوري الأوروبي كمان مع إشبيليا طبعا الإسباني والحارس الثالث برضو خليني أقول لحضراتكم هو عنده فرصة كبيرة جدا الكاميروني أونانا حارس مرمى منشستر ينايتد الحالي ولكن طبعا تم ترشيحه برضو لأنه هو وصل لنهائي دوري ابطال أوروبا النسخة الأخيرة مع انتر ميلان فليه بنقول كده لأن الشناوي طبعا فرصه على مستوى الأندية مختلف شوية هناك بيتحسب بطرق مختلفة هم بيلعبوا مع أندية يعني ودوريات كبرى فالوضع هنا شوية ليه حسابات أخرى لكن لو هنيجي نتكلم عن اللاعب كلاعب محمد الشناوي لا يقل أبدا محمد الشناوي أزاول لحضراتكم للي بيتابع الصحف العالمية وبيتابع الصحف العربية مش بس محليا حضراتكم شوفوا محمد الشناوي بيكتب عليه إيه أنا بتكلم بجد كل ده موجود على تويتو موجود على الصحف محمد الشناوي ناس كتيرة جدا 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 بتطلعوا في استوديوهات تحليلية تتحدث عنه لما بيكون فيه مباراة يعني تسترعي ده بيكون على مستوى المنتخب أو يعني فيه مباراة في كاس العالم الأندية أو غيره فلا محمد الشناوي بيكتب عنه كلام محترم جدا وده موجود برضو هرجع أقول تاني عشان محدش يفتكر أن احنا بنقلف من دماغنا فبالتوفيق لشناوي بالتوفيق لكل بإذن الله يعني خليل نقول كل من ينتمي للنادي الأهلي نتمنى إن شاء الله الرسيد الأكبر يكون ليهم وجايزتنا كمان أفضل هدف مرشح زي ما كنا بنقول كهربا وكهربا برضو من اللعيبة اللي بحب فيها أنه هو برضو لا يلتفت لأي انتقادات أو أي هجوم لأنه هو تعرض في فترة ما لهجوم شديد جدا وحضراتكم أكيد عارفين لكن هو برضو من اللعيبة اللي ما بتلتفتش بالعكس فيه ناس الهجوم معاها بيجيب قوة بيجيب إصرار بيجيب نجاح بالمناسبة يعني كل ما تنتقدني أكتر كل ما تقلل مني أكتر كل ما تشكك مني أكتر على فكرة أنت بتدفعني للنجاح كهربا كده كهربا انتقدوا حتجيب منه أحسن نتيجة فطبعا الجول اللي هو من رشح ليه اللي في مرمى الهلال السوداني يعني اللي كسبنا كمان في المباراة دي 3-0 وهو كان الهدف الأول بتاع كهراف يعني أعتقد برضو كان هدف رائع جدا كمان هدف التونسي كريستو في كاس أفريقيا للشباب مش هننسى مع منتخب تونس في مرمى كان زامبيا وهدف محمود صابر لعب فريق بيرميدز اللي سجله مع المنتخب الأولمبي في مرمى ومنتخب المغرب في نهاية بطولة أفريقيا للشباب كلها حاجات بنرجع لها يعني بس كلها برضو بنتقل يعني أو بيتقل عليها أجوال لكن طبعا بتفضل في التاريخ بتفضل في الذاكرة فبالتوفيق وإن شاء الله يعني نقول لحضراتكم النتائج بقى بكرة إيه اللي حصل بالزبط بس بإذن الله يكون النادي الأهلي عنده رصيد كبير من الفوز